مسيرة 27 فيفري لحركة النهضة في تونس العاصمة لتوجيه رسائل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وإلى عبير موسي الخصم السيسي ولكشف ثقل حركة النهضة في أشارع التونسي شوفنا برشة تصريحات على هذه المسيرة دخليكم فيديو فيه أكثر تفاصيل عليها لكن اليوم بش نحكيه على بعض المواقف ضد مسيرة حركة النهضة اليوم جينا من الصحفية بقناة الجزيرة ليلى الشيب اللي كتبت تدوينها ردت فيها على هذه المسيرة وخاصة على التصريحات يمينة الزغليمي اللي قالت أنصار حركة النهضة كيبشيها بتونس العاصمة بش يعملوا حركية اقتصادية كبيرة وبش يبشيوا لريستوران ولكافي وغيرها معناها ويشريوا لحويج وينشطوا الدورة الاقتصادية بصفة عامة وينقالت ليلى الشيب أنه اليوم وكيلة موديز للتصنيف الاقتماني بعد ما ترى انت عاش الحركة الاقتصادية غير المسبوقة في شرع لحظ بورغيبة وارتفاع مؤشرات البورصة وظهور نموذج اقتصادي جديد اسمه اقتصاد المظاهرات ستتراجع عن تصنيفها الأخير لتونس وتقول اذلمتكم أنتم شعب مبدأ ومفاجآتكم لا تنتهي بكل سخريات ترد على مسيرة حركة النهضة ما تنسي واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوسيكم الفيديو القادم